نراحب بك كابتن ناصر من أورنا دايما تحاية لكابتن ناصر ومتحاية لكل مشاهدي قناة نادل أهلي في كل مكان نبدأ طاكم التحكيم دينا نهار طاكم التحكيم أحمد الغندور حكم دولي المساعد الأول أحمد توفي طلبه هو أيضا دولي مساعد الثاني أحمد صلاح من حكام العدوم خبرات أوه هو مش دولي ولكن من حكام العدوم خبرات حكم الرابع نادر أمر الدولة وعالفار محمد عادل وأحمد حسام طاهم تعيين يا كابتن أيمن مناسبة للمباراة البعض يعني يعتقد أن المباراة سهلة نحن كلم في تفاصيل كتيرة ولكن نتكلم على طاكم التحكيم لأ طاكم التحكيم النهاردة يعني أعتقد أن لجنة حكام وفقت في تعيين هذا الطاكم تمنا طبعا أن هم النهاردة ربنا يوفقهم ويعملوا مباراة كويسة قبل مروح الغندور نتكلم على المباراة يا كابتن أيمن قلنا المباراة على الورق ممكن تكون سهلة ولكن خلينا أقول لك حاجة مهمة جدا عادة نادل أهل ما بيلعمل الفوز والمنافس دايما بيبقى في البداية بص تلاقي المسيحات مقفولة المباراة معقدة دي بتعمل شوية قلق أو عدم ارتحل الحاكم طول ما المباراة مقفولة بص تلاقي الحاكم النهاردة على عصابه لحد ما الدنيا بتتفاتح وتتسهل بتتبقى الأمور كويسة عشان كده مقول لأحمد الغندور النهاردة هو حاكم مباراة على فكرة أدار هذه المباراة من الجولة الخامسة هو أدار أربع مباراة هذا الموسم حتى الآن بمباراة الأهل وبردية المحلة أدار في الفوز خمس مباراة كابتن أيمن يعني لها بخمسة فار والنهاردة دي المباراة الرابعة في الدورة الممتازة طيب والنهاردة بنقول لأحمد الغندورية بنقول مباراة يحمد مش سهلة ودايما بنقول لحكامي كابتن أيمن من خلال قناة الأهلي ومن خلال حضرتك وانت كنت حدثتك حاكم وحاكم كبير بنقول دايما لابد أن تكون دارس دارس لعب الفريقين صحيح دارس الناد الأهلي بلعب الزاي مش عيب أن أجيب مباراة الناد الأهلي أنا كحاكم النهاردة وهو دوت التحكيم النهاردة كتنعيم أجيب نال الأهلي بلعب إزاي بيحضر إزاي بيحضر إزاي بيحضر إزاي بشوف نقاط الضعف والقوة فين نفس الشيء عند البلدية نفس الشيء أحيانا بقى في لعبة عندهم شفاة زكاء لابد أن أنا أشوف كمان دي اسمها كراءة طرق وأساليب لعب الفريقين أتمنى يكون أحمد النهاردة قاري إن شاء الله اللعب ودا مهم جدا جدا النقطة اللي جاية وهي بقول الفر موجود وخلي بالك التعامل بقول للحكام أنتو حظوك حلو صح الفر موجود يا جماعة ما تبقاش أنتو قلقانين خلاص يعني لو في أي قرار أنت عادة منك الفر النهاردة محمد عادل موجود نهاردة وحاكم طبعا حاكم الصغير دي خبرات تمنى إن شاء الله النهاردة بس في معنش أسف المقاطعة كابتن بس حالك قلت بلكد هو الفر موجود بس ما تعتمدش اعتماد كله على الفر شوف يا كابتن آيمن زي ما قلت أنت حاكم طبعا وأكيد عارف أيضا نقطة مهمة بنوال الحكام يا أحمد نهاردة أنت في تحدي صح ولو أنا نهاردة مكانك أنا بابقى أنزل حاطت في ذهني مش هرح للفر ويدي نقطة مهمة قوي مش عيب أنك أنتو تروح للفر هو العيب أن أنا إيه أن أنا أهمل في المباراة وما أروحش وما أروحش في المكان لكن التحدي الكبير يا كابتن آيمن زي ما قلت كده أنك أنت النهاردة في الأوراح المباراة مش هروح للفر خالص وأنا النهاردة اعتمد على نفسي وده شيء مهم جدا لابد الحكام كلها بنقول من خلال قناة ناد الأهلي من فضلك انسى الفر واشتغل على نفسك في الملعب واهتم وركز عشان حتى تقدر تقادي مورك ويسأل ليه النهاردة شوق النهاردة كحاكم هتروح للفر مرة في التانية المقيم النهاردة بيقل لك صح محتاجين النهاردة تقيم التحكيم إن شاء الله بنا وفقه ودي بداية في الناد الأهلي المشاط اللي هي الدوري نتمنى طبعا التوفيق للحكام ولجنة الحكام وبشكر حضرتك إن شاء الله شكرا جزينا كابتن اشترفتنا كالعادة وامتعطينا كالعادة الله يخيديك تقيم التوفيق تقيم التحكيم النهاردة اشتركوا في القناة